المشهد هنا في مدينة شرد الألمانية يبدو وكأنه قد ضربتها حرب ما الجنود في الشوارع منتشرين يحاولون مساعدة السكان وكذلك قوات الدفاع المدني البيوت قد تدمرت بشكل شبه كامل لأن الفيضانات ضربتها سريعا وسقطت الأشجار فوقها وتهدم الكثير من هذه البيوت فوق ساكنها في هذا المنزل هنا كانت تسكن عائلة قابلناها قالت لنا بأنهم ظنوا بأنهم سيموتون وسألت ابنتهم الصغيرة التي تدعى روزالين أمها إن كانوا سيموتون حينها لأن المياه حاصرتهم بسرعة كبيرة أجابت الوالدة بأنها لا تعرف ولكنها أكدت لابنتها بأنها تحبها وبأن الأساس أنهم سيبقون معا هذا النهر الصغير الذي يدعى نهر الآر هو الذي فاض وحاصر السكان بسرعة كبيرة هنا وجرف معه الكثير من الآليات وقتل أصحابها داخلها وكذلك كان هناك الكثير من المفقودين الذين ربما قد جرفتهم مياه النهر هنا ولذلك فرق الطوارئ تقوم بالبحث عنهم من خلال السيارات الإسعاف وكذلك الطوافات التي تدور هنا في سماء هذه المدينة بحثا عن مفقودين وأيضا تقوم القوات قوات الإغاثة بانتشال الجثث ومن هنا حصيلة الضحايا هي مرشحة للارتفاع في الأيام القليلة المقبلة عز غريب اسكينيوز عربية من بلدة شولد ألمانيا شكرا لمتابعتكم الآن اشتركوا في قناتنا على يوتيوب